أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ما بدها الآن مرحبا لكي المشاهدين موقع الفن شخصية مميز اليوم ممثل مميز موهوب جدا 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 كل مرة بيطلع بلوك شكل أخذ أدوار بطولة عديدة وعمل العديد والعديد من المسلسلات وما بعرف إذا فيلم سينمائي وحيد أو العديد من أفليم السينما حبيني بشخصية فرانكو بغنوجة بيا وبصرنا اليوم أنه نستضيفه سائبة أنه موجود في لبنان بين سفرة وسفرة يوسف بزازا هاي يوسف هاي هلا أنت بتكره شخصية فرانكو بس أنا بحبها مش بكرها بس هيك علمت كثير عند الناس طيب فبمحلات بس يتذكروني كفرانكو بغنوجة بيا هلا أنت عامل دموع الحب لأنه الحب بقت قلب صحيح ما هيك حودي بالبطولة بالغالب ونشاركت كمان بالعديد من المشاهد وغيرة وغيرة من مستلسلاتها أنت بتعدد ليهم تتذكر أكثر مني بس هاي دي الشخصية يمكن لأنه حببة الصغار والكبار فيها هي لأنه العالم مشتاقين للكوميدي لا يضحكوا ايه طبعا وقليل ما عم بيكون فيه مسلسلات كوميدي كثير طيب يوسف خبرني شوي أكتر عن نشاطاتك هلأ التمثيلية ايه هون المسلسلات إذا بدي أقول يلي علموا بحياتك الفنية يعني يلي بتلقيها محطة مهمة بحياتك الفنية بدك بلشلك أنا من عام تبلشت إذا بدك بلش أنا بلشت أول شي نحن هاي دي مؤامة اللي قلنا فيديو سوا ايه إذا بدك فينا نقول تفضل تمام هلأ أنا بلشت أول شي أول أول شي اشتغلت بنورة بتذكر كتير منيح مع وليد العليلي وكرون سماحة ايه صح شو كنت خيين لا 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 أنا بكون بنورة كنت أمر السجن اللي بيكون باسم وبديع يعني جوزة وخية لكرون المحبوسين عندي أوكي بس نعطي هيك بريفينج صغير طيب ما نحكي نورا كان في وقتها الانتداب الفرنسي والاضطهاد الفرنسي على اللبنانية هاي الفترة تفضل وراها اشتغلت مع إليف غالي براديو تليفجن تليفيلم أوكي اسم التليفيلم راديو تليفجن اسمه راديو تليفجن كان على نيو تيفي كان بوقتها أن تيفي كان اسمه وراها اشتغلت بامرأة من ضياع نعم اشتغلت بطالبين القرب بحصاد المواسم اشتغلت ب اتقول طالبين القرب بخمنك أكبير بالعمر لأنه لزمان هالمسلسل لا بقيت طالبين القرب لأي سنة ضلي يعني نجولت تسعة وتسعين تقريبا كنت أنا بعد نتاني سنة بالجامعة أوكي بالفنون يعني رجعت اشتغلت كتير يعني اشتغلت مورغ النوجة باية اشتغلت لأنه الحب ودقت قلب اشتغلت أيام السراب اشتغلت هوامير الصحراء نيناتو الانتاجات ام بي سي كان فيه ثلاث شخصيات لبنانية بس بنتان وانا رجعت اشتغلت اشتغلت عندما يبكي التراب اشتغلت بي ذهب وعودة مع احمد السقة يعني كان عندي كتير تجارب مع احمد السقة كان كمان فيه قلين لحود كان معي قلين لحود اي من لبنان قلين كانت وكان معنا الاستاذ عناززغبي كمان حلو كتير تبليش ما كملت بي مصر اذا بدنا نمشي من ذهب وعودة هلأ انا هو السنتين اللي مرأه الفين واثنين وعشرين تلات وعشرين كنت عايش بمصر اوكي واشتغلت فيلم سينما هلأ بينزل قريبا بعد ما نزل لا ما نزل اي شو اسمه اسمه كابتن جاك هيدا الفيلم الوحيد ديوسف او عامي الغير احيان لا عندي مشتغل شي مشتغل فيلم اسمه هولوكوست ومشتغل كنت ضيف بمعسيرين عبدالنور واحمد السعدني هولي عصاية سينما طيب طيب نرجع لمصر ومصر اشتغلت بمصر اللي بيشتغل مع احمد ساقة مش مكان بصولوا يشتغل معه ليش ما كملت ما انا مع احمد الساقة اشتغلت الشق اللي بلبنان مش بمصر كلكم اشتغلت الشق مية بالمية بس انا هلأ لما اشتغلت كابتن جاك اشتغلت انا شخصية مصرية اوكي ان شاء الله بنحضره قريبا انا رحيزك بصورات السينما او عبر منصة لا 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 سينما اوكي وهو بطولة محمد سروت بيومي فؤاد ويزو اسم الله عليك اذا بتقلي بيومي فؤاد انا بتخيل انه يكون كوميك هو كوميدي اكيد نجوم الكوميدي حجاج عبدالعظيم ليلة عز العرب مايسليم ودور كبير بالفيلم حلو طبعا اسم الله عليك طيب سميت اللي قسيمة مسلسلات بدي اتوقف عنده عند كتاب كبار وانا يمكن شخصيا بحبهم بس انت بدك تقلي شو الفرق بينهم بينهم بين غيرهم يعني وقت بتقول شكري انيس فخوري بتحس انه نصه بعضه بعيش لليوم يعني النص اللي بيكتبه شكري انيس فخوري القصص اللي بيكتبها بعد موجودة بمجتمعنا لليوم شو اللي يتميز شو اللي اتعلمته من شكري انيس فخوري شو اللي بيتميز بنصه عن غيره هلأ السشكري بيكتب كان عم يكتب شي بيشبه اللبنان بيشبه اللبنان طبعا ما بيشبه المسلسلات اللي كانوا يعملوها المافيوزية اللي هي ما بتشبهنا يعني نحنا وراء الحرب هلأ كل المسلسلات اللي كانوا عم ينعملوه كل اللي عالم عنده نقصور ولا مرة نزلوا عالطريق وشافوا المشاكل اللي موجودة بها البلد ولتسلط الضوء عليها الدراما يعني بمصر شو اللي بيخليوهن شو اللي ينجح الدراما المصري بس باق مالش بدلتك بالشغل مالا فيه مثلا في شواري عزل في عشرين عشرين بيحكي عن شراء كتير فئيه ها انت ايمانا عم تقول وراء الحرب يعني وراء الحرب يعني بالتسعينات ها بتعتبر وراء الحرب تسعينات كانت خلصية الحرب النسبة إلاك الحرب اللبنانية وعم نحكي لخمسة عشر سنة حرب نحن عشنا أربعين سنة تحرب هلأ مش رح نتجادل بالأمر بس انه ماش الحب هيدا قصدي يعني قصدك بالتسعينات مكي انه بعد بيعملوا هالشاريع الشاريع اللبناني اي وعفكرة هي مش هون المشكلة المشكلة انه حتى لما كتب عن مشاكلنا نحن كاللبنانية كل العالم قامت عليه يعني هيدا المسلسل ما ضل حدا ما رفع عليه دعوة ليه؟ من الجهات الدينية لأنه لأنه الحب تخيلة انه نحزف أكتر من 12 حلقة لأنه ممنوع الإسلام والمسيحي يتجوزوا على الشاشة وأنت كنت عم تحكي كمان بفكر يعني بحلقة من الحلقات أنه أنت من غير دين وبدك تتجوز والزواج المدني وشان الزواج المسيح وشان الزواج المسلم طبعا لأنه بس نحن هلأ عايشينا ما عايشينا عم نتجوز مدني من غير ديننا ما دخلها بها نحن عم نحكي حقائق أوكي وفي عنا كتير كاتيجوريز بالمجتمع إسلام ومسيحية بيحبوا بعض نحن عنا ممنوع يتجوزوا على الشاشة بس أنت عم تقل لي أنه شكرا أنيس فخوري حكي عن الشارع بس مش بكل مسلسلاته يعني مثل العاصفة تهب مرتين ونساء في العاصفة كانوا شوي أوريجينال يعني الحكيات كان بعد نحن ما طودنا عليهم هاي دي بنت هيدا وبنت فلان وبنت ثلاثين وغير جوزة يعني تمام بربو كنا بأيام حرب مرشعة صدفة شافت ولادة وكل هاو دي القصص يعني هاو دي مش كتير نحن عشتنيهم باللبنان يعني بمجتمعنا مية بالمية بس نحن كانوا مصوروا استيديو طيب شو تعلمت من شكرا أنيس فخوري اتعلمت كتير قصص لكي شكرا بيكتب كاركتر يعني أنا كنت لما أنا اشتغلت معه مرتين اشتغلت معه بأمرأة من ضياء واشتغلت معه بلأنه الحب أنا كنت أطلع لعنده على الجامعة وأقعد أسأل لأنه مثل ما تعلمت أنا لازم أسأل كيف وليش وين أعرف هاش شخصية شو تاريخها ليه وصلت لهون على أي أساس مثلا أنا حرامة ليه صرت حرامة مين بيه مين أمي بديك تعرفي تاريخها الشخصية لتقدر أنت تبني عليها وتقدر تصدق نفسك للإنسان اللي على الشاشة يصدقني لازم أنا أكون مصدق هيدا الكاركتر اللي أنا عم بلعبه أوكي فكان يعطيني تفاصيل وأوصل أنا وياه لمحلات أقدر أنه أعمل شي حلو أعمل كاركتر بيشبه اللي هو كاتبه اللي مفكر فيه عرفته؟ فبليأنه الحب مع أنه عفكرة هيت لخبرك أنه بليأنه الحب كل المسلين الإسلام كانوا إسلام والمسلين المسيحية كانوا مسيحية مع ديو أنا لأ لأ أنا بتذكر أنت ما كنت المسلم يعني وأنت مسلم بس أنا أوكي كنت عم بلعب دور غير دين أوكي ولكن يمكن لأنه أنا بعتبر أنه لأنه أنا إنسان ماني متعصب أصلا وأنا بعتبر أنه يمكن تعرف كل الدين عندي الأساس هو إنسان الإنسان هيدا اللي بهمني ما بهمني يعني هلا شو دينا بهمني كيف تتعامل معي إنسانيا لأنه الدين معاملة أوكي ولا مرة منقول الدين لأنه الله واحد بالنهاية يعني هيدا هالقصص كلها أنا ما بحب أحكي فيها طيب ما أنا طايع غنوجة بيكسر الأرض مع أنه أنا بتذكر أنه المسلسل وقته كتير نظلم توقف لعدة أسباب عدة مرات وحتى حلقات الأخيرة وقته مزعون سيت وقته إذا كان فيه فوتبول أو كان فيه يعني شي مناسبة عالمية بس رجع نعيد كذا مرة على البيسي دراما كل الناس حفزتوك كل الناس حبيتوك إن عاد على كل المحلات بالعالم أكتر مسلسل إن عاد بحياة لبنان غنوجة بيك يا ويلي شو نعاد طيب شخصية فرانكو يلي قلدوها الصغار والكبار ونزعتلهم لهجتهم باللهجة آه والله طالعا عفكرة ياما موقفين مثلا بي ولد صغير يقل لي يا أخي بليز قل له أنه أنت ما بتحكي هيك عرفت كيف؟ لأننا شو كنا نحكي عربي مكسر وفصحة وعمية من إيطاليا بالدور طبعا ونكبلنا كلامتان إيطالي كانت خبوصة كاركتير خبوصة طيب شو أعلم؟ يعني أنا بلقي هذا يمكن العمل مع أنه ما كان دور بطولي أنا أخذت بغير مطارح دور بطولي دائما الناس بتذكروك أكتر شي بهالعمل ليه؟ صح لأنه كان نافر يعني كان نافر وشخصية أصلا كومبليكيتد يعني أنت عم تحكي على واحد بده يجوز أخته لحده معه مصاري أوكي فلما كانت هي بتحب هيدا الزلم الختيار وكان معه مصاري هو كان موافق بس لما عرف أنه هو مقفلت صار بده يغير فهو شخصية انتهازية شخصية منه لبناني هو شخصية إيطالية بيحكي عربي مكسر بيحكي فصحة فكان كومبليكيتد العالم بيحبه هؤلقصص وما تنسي أنه ميرنا كانت تقل بالمشاهد طبعي أنا وياها لأنه ميرنا بمسلي شاطرة ميرنا مكرزل بتعطيكي صحفة بتعلي وطوني بلبين كلهم مسلين كانوا بيتر سمعان بس قصدي أنا يعني القبل تاعي اللي كنت أنا دايماً أنا وياها ميرنا كانت كان فيها أخذوا عطب طبعاً أنا وميرنا فكنا عاملين كاركتيرات كتير نافرة يعني هي كانت تقلب الحكة كانت تحكي نفسي بس بغير طريقة تحكي مكسر تحكي فكانوا نافرين العالم بيحبوا هؤل كاركتيرات طيب مع مين تعملت غير كتاب؟ كتير يعني مروان العبد الأرمر لو الشيطان يعني أنا بقول أنه الممثل لا يمكن لا أنا بحبه لمروان العبد لأن علم فينا من نحنا وصغر لوقت كبرنا بقول بتشنس معه أنه يمثل لمروان العبد الممثل يعني أنا بحس أنه هو لازم يكون فخور أنه يعمل يمثل نص لمروان حاضرتك شو رأيك؟ هلأ لأخبرك شي نحنا أصلاً بلبنان عنا مشكلة نص يعني نحنا مشكلتنا الأساسي ليش؟ مشكلة سيناريو ليه؟ لأنه ما عنا اختصاص سيناريو ما بعدنا عم نحكي عن مروان العبد أنا عم ما خبرك هلأ ما فينا نحكي على شخص واحد طيب يعني معظمهم دارسين أدب عربي أو أدب فرنسي أو أدب إنجليزي لا 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 في منهم خرجين جامعات اخرجوا تمثيل أنا معك مين اختصاصه سيناريست؟ ولا حدا اي بس برعوا بالسيناريو طب ليه نحنا دراما لبنانية هي غير مرغوب فيها عربياً؟ مين قال؟ الدليل المنصات ما حدا بيشتريه دراما لبنانية يمكن لقنا بيكون في ضعف مش بالنص بالإنتاج بالإخراج بحير لشي ليه عنا مخرجين عظماء كتير وعنا مسلين كتير شعورين طب ليش مليقي إنه ما عنا كتاب وعنا مخرجين وعنا مسلين ما قلت ما عنا كتاب عنا كتاب بس يمكن هيدا السيناريو اللي بينحب عربياً هو غير موجود رحل لك ليه؟ لي 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 ما زال بدك تعريف لأنه نحنا كنا أغبية مثلنا بالفصحة ثلاثين سنة ودرجنا الفصحة ما درجنا لهجتنا اللبنانية بينما مصر سيبقتنا بخمسين سنة مسلت بلهجتها وفرضت لهجتها وصرنا كلنا نعرف نحكي مصري بينما نحنا آخر مدي بلاش نمسل لبنانية بلاش ندرج لهجتنا بلاش هو يتأقلم النيس على فكرة هيت لخبرك شي بما أني أنا خبرني موافقني الرائي أو لا بالأول موافقني الرائي أو ما لقى لا مش موافق رح قل لك لاش قل لك أنا من السبعة وتسعين بطلع مصر نعم وهلأ من سنتين كنت عايش سنتين بمصر عشت يعني مش مثلا بطلع زيارة أوكي المصري بيعشق لغتنا اللبنانية بيعتبر نحنا أحسى لهجة بالعالم لأنه الفنانين درجوا اللهجة قبل المصري لا 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 ما دخل نحنا بيعتبر نحنا بنتغنج ونحنا أوكي بس أنا عم بحكيك من قبل يعني ما بلشوا يحطوا بيه رصيد اللبنانية اللهجة اللبنانية أيام ما كان فيه تحت غرفتي وحول غرفتي والنهر وهو دي كلهم كانوا بالفصحة مية بالمية أنت ما بتذكره أن يمكن لأنك أنت صغير وكانت تلفزيون لبنان كانت تلفزيون لبنان بالأسود الأبيض الأستاذ ألان زغبة قبالي تحية كبيرة قلو يمكن متذكر الشي اللي أنا عم أقوله خليني خبرك نحنا الإنتاجات المشتركة هي قديمة منا جديدة هقبل كل شي يعني من أيام صباح من أيام عبد الحليم شو 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 anken اصلا دارج مسلسلات قد ما كان دارج أفلام فنحن لغتنا موجودة من زمان إي بس قليلقليل للنسبة اللبناني معنى حتى الصبوحة وقت مثلت بمصر مثلت باللهجة المصرية ومثلت باللبنانية أه بس قليل مية بالمية ت musicalت باللبنانة فهي لهجتنا موجودة موجودة صحب بس أنت عم تعرضوا بالسيناريو مش مظبوط إنو مش generated ما عدمت أنا أنا ما قلتلك ما موجود موجود عنا محاولات جيدة ولكن نحن ما عنا اختصاص اسمه سيناريست مثل ما موجود بسوريا اختصاص اسمه سيناريست ومثل ما موجود بمصر واحد بيروح بيدرس بالجامعة أربع سنين سيناريست شغلته بالحياة يكتب سيناريو تفرق كتير أنا هلأ بكتب بس أنا سيناريست لا أنا عندي محاولة بكتب وبيبعط لواحد يكتب لي يكمل لي أنا ما شغلت يكتب سيناريو طيب ليه عم تنتقضي السيناريو شو اللي بيفشل المسلسل عم أقلك عم أقلك ليه يعني أنا مشتغل مع كتير مخرجين عم بنفسه سيناريو لبناني ما بيشبه لبنان ولا دخلوا بلبنان كله طيب كيف يعني ما بيشبه لبنان ما بيشبهنا ما بيشبه الشارع اللبناني هيدا الفرق يعني أنت بتشوفي بمصر بتشوفي الشارع المصري بسوريا نشحوا لما عملوا الشارع السوري نحن معظم المسلسلات اللي ضربت بلبنان ما بتشبهنا كله ياتهم مافيات فيلال أقصور سيارات ملايب السينياء بطل عنا نحن خطوط شعبية نقدر أنه نكتب عنا ونقرجي نحن لمعاناة الشعب اللبناني ولا مرة شفنا معاناة للشعب اللبناني أرجينا هيدا الشعب وين رايح شو صار فيه كل القصص وهيدا كله بيرجع لأنه نحن ممنوع نعمل كتير قصص على الشاشة أنت عم تحكينا أنا ملاقي أنه في كتير مسلسلات حكيت عن الشرع اللبناني إليه لي وين حكينا عن شاورة الزلمة عن الفضل العطرقات حكينا متى عن وأشرقت الشمس لمنطايا حكينا عن علاقات خاصة لمنطايا علاقات خاصة أوكي كانت مشتركة بس بخجل يعني كان في بس بس الخيات بس بس الخيات شو بديك غير بس الخيات بس الخيات لحاله بس كان بعضه ببديته يعني عمت خبرك بس لا ما فيك تقول لي هيك يعني مش بس الخيات بس اللي نجح المسلسل ورد الخل نجحت المسلسل طبعا ورد نديل ناسي بنجام نجحت المسلسل بسم حدنا نجح المسلسل كله نجح المسلسل لا ما فينا نعتبر أنه شخص واحد بننجح المسلسل حكي عن مشاكل الناس عن مشاكل الكانسر عن مشاكل الفقر هلأ انت كثير عم تحكيني متأخر يعني انت عم تحكيني 2013 بتذكر يا 14 تب شو بدك احكيك انا عم تتحقق بمعينة طبعا نحن الحرب خلصة عنا بالتسعين احكيني من التسعين للألفان وعشرة انت انستيهم عشرين سنة لما كانوا هني عم يتطوروا كنا نحن بعدنا عم نعمل ما بدي يسمي يعني مسلسلات شو بدي أقولك معلش نحن في عنا مسلسلات كسرت الارض كانوا ياخدوا لممثل بعد سنة وشهر يخطفوه بأكس فايف اسود يوصل بأكس فايف فضة بليز هلا لا بدنا نحكي الحقيقة انا ما بداري حدا انت بتحكي عن مسؤوليتك انا بحكي عن مسؤوليتك انشاء بنختلف بس انو انا عم قل لك ما فينا ننصف السيناريو ولا فينا ننصف المسلسلات والافكار انا ما نسفت ولكن هالمسلسلات ما قربت واخرت بالدراما اللبناني حلا في نقطة معينة انو الشارع المصري اللي حكي عنه مش بالمسلسلات بقدر ما حكي عنه بالافلام اوكي مظبوط انو يعني ليلة علوة لبسة الجلبية وفلان لبسة الجلبية وتخانقوا بالشارع وناديا الجندي وكل هاو دي انا اكيد بفهم هالشي وحكي عن الشارع بس كمان حكي عن المافيات والمخدرات والعصابات وكل هاو يعني مام مش انو بس انت برأيك بس تتوضح للفكرة قبل ما ننتقل لموضوع تاني شو اللي ما حكي عنو بلبنان المسلسلات ما حكي عنو ولا شي انا ما شفت ولا حكي وشي شو هني شو الموضوع شو الموضوع البدك يحكو عنو وما حكي عنو ما نعمة خبرك ما حكي عن مشاكلنا الحقيقية ما حكي اللي هي اللي هي انو نحنا فيه مافيا حاكمتنا نحنا ناس بين شارع وشارع بيفرقوا التفاصيل طبعنا ما حكي عن مشاكلنا الحقيقية نحنا كلبناني مش احسن لا اكيد مش احسن تطلع كلها بالاخر مشاكل طائفية وسياسية طب مش لازم نحلهم لحظة نحنا نحنا مشاكلنا أصلا اللي بعدها لهلاء لأنه مصار فيه مصالحة وطنية بعد الحرب اللي كانت حرب شوارعية وعلى الهوية هاي ده وجهة نظرك أنا وجهة نظري كذت نفس الناس من السياسيين اللي ما قلوا الحل واللي بالمسلسل ما رح يقولون حل وبدوا نتسلوا بقصة تانية بالنسبة لك بحترق بقية أنا بشوف غير هكك طيب يوسيف خلينا نحكي شوية عنك نحكي عندك نختلف يمكن بالقراء ويمكن الهدف واحد الهدف أنه نقدم مسلسل حلو وينبيع بره وهيك أنت برأيك كنا عم نحكي عن نقاط المهمة أو المسلسلات المهمة اللي كانت محطة مهمة بحياتك أنا رح أجع أسألك سؤال بغير طريقة أيهم المسلين يلي وقفت بيلون ولحظت أنه هني كمانا كانهم مسلين علموا بحياتك الفنية هلأ فيه عند أبطال بطلات هخبرك هلأ أنا مبدئيا يعني اللي اشتغلت معهم هني بعتبرهم أصلا هني مسلين أكبار بلبنان يعني أنا باسم باسم مغنية عمار شلق بعتبرهم مسل شاطر واشتغلت معه وزنمي بيشتغل صح بير داغر مسل شاطر بديع ابو شقرة مسل شاطر على الزغبي مسل شاطر مين كمان بعت فيه من الشباب مع مين عملت بطولة؟ أي صبايا؟ أنا وباسم صبايا؟ بوقتها كانت دليدة بعدها جديدة دليدة خليل بس دليدة شاطرة هي أكيد دليدة بتشتغل حلوة كانت بعدها جديدة بوقتها يعني كانت بعدها مخرجة من الجامعة اشتغلت مع بطولتين وراء بعض بدقت قلب بيكون صحبتي لأن الحب بيكون اختي وراء بعض ومين كمان اشتغلنا؟ أكيد اشتغلت مع ورد الخال أنا كتير بحبه لورد بعتبرها مسل كتير شاطرة أكيد اشتغلت مع العظيمة تقلة شمعون تقلة رائعة جوليا جوليا رائعة جوليا أصار مين كمان حتى ما أنسى حدا طب ليش بهوض البرامج اللي هلأ مسلسلة درجة المشتركة صحيح كي عنا من زمين بس رجعوا درجة ما شفنيك بيولا بطولة بيولا مسلسلة لك فترة غيب ما أجاني دور يعني ما أجاني دور بيسمح لي أنه أبين أكتر لأقلك يعني يعني ما تقدم لي فرصة حقيقية لأثبت أنه أنا ممثل شاطر يعني تقدمك فرص بس مش خرجات ما خرجي بتاتم ما بيقربوا بأخرو بحياتي الدرامية كممثل وأنا هلا فيني شغلة أنه أنا من الألفين وسبعة بيشتغل مخرج أخبار وبرامج فيجين ميكسر بتلفزيونات فأنا كان عندي دايما يجيني أدوار ما أخدها لأنه ما حس أنه راح تغيري بمسيرتي كممثل ما كان هدفي أني اللي موجود على الشاشة لأنه في كتير ناس بياخدوا أي شي لا يظلوا موجودين أنا ما كان عندي هدف بس أني أبقى على الشاشة حيالله ما بدي إذا ما يجيني شميح ما بدي بس هالشي ما بيبعدك عن جمهورك لا أبدا لأنه بعضهم هلأ العالم بيقولوا لي بس أنت مخرج برامج ومخرج كليبات واشتغلت ميوزيك فيديوز أكيد اشتغلت كتير ميوزيك فيديوز بس ما أخرجت مسلسلات لا 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 أبدا ولا مرة مسلسلات لا اشتغلت دوكيومنتريز اشتغلت ميوزيك فيديوز واشتغلت برامج فنية وإخبارية وهلأ عندك شي على السوشيل ميديا بلشت تشتغل على السوشيل ميديا عندك برنامج ما بينت فيه جاست فور فان لا كنت ورا الكاميرا جاست فور فان هي فكرة رح قلق كيف صارت هلأ تفضل بكورونا بيجي لعندي حدا من الشباب المسلين فكنت زهقان أنا فصرت قل له أنت شاطر بالجغرافيا قال لي أنا أنا ما في سؤال تسألني بلشت أسأله عواصم أنا شاطر بحفظ عواصم أوكي شو عاصمت في جي ما بعرف وليش سألتني سؤال لي أنا بعرف بصلا هلأ هلأ قدام الكاميرا نسيت أوكي فصرت أسأله صرنا له تضحك عرفته فقررت أعمل بروجرام استضيف فيه أصدقائي اللي بيمسلوا اللي بيغنوا المخرجين واسألوا معي بسؤال مين أصدقائك اللي استضفتهم اكتار كل اللي استضفتهم أصدقائي أوكي يعني استضفتك إليك أنت ببعتبرك أختلي كبيرة وصديقتي أصدقائك الصغيرة صحيحة نعم لا أنت كبيري بالقيمة أصدقائي الله يخليك عرفني شو أصدقائي فبس كل اللي استضفتهم تقريبا هني أصدقائي ما عدا كم شخص ما كانوا أصدقاء ولكن يعني زملاء وبيحبوني وبحبهم بس معظم اللي استضفتهم بجاست فور فان لتلك الفكرة أجت من وقت كورونا بس ما كان عندي الفرصة أنه نفزها بس هلأ صار عندي فرصة ونفزتها وبعدني عم صور هي زيتها الجسفة فان بعدني عم صور كذا حدا لأنه أنا بلاشت تصوير بشهر أربعة كنت بلبنان أوكي فالعالم اللي ما قدر تصور معهم هلأ عم صور معهم حلو بتلاقي بتلاقي أنه في تجربة مع الجمهور بهالنوع من البرامج المهضومة اللي ما عم تسألهم أسئلة روتينية العالم بيحبوا يعرفوا القصص يشوفوا الفنان قدي مهضوم قدي لذيذ قدي بيضحك قدي طبيعي فأنا عم بسأل أسئلة لا محرجة ولا لعمل سكوب ولا في فضايح ولا في قصص عم بسأل أشياء بتضحك وشوف هيدا الفنان قديه هو لذيذ قديم الكاميرا كيف بيضحك كيف بيتسلى كيف بيتقبل الأمور فعم بيطلعوا حلوين والعالم عم بتحبهم مهضومين مهضومين طب ليه ما حبيت أنك يطلع على الكاميرا لأنه أنا مطارح نفسي مقدم برامج يعني أنا ما بدي يكون مقدم برامج بعدك مخرج وممسج أنا يوسف بزازة الممثل حتى بهيدا عم بيستضيف أصدقائي تسلى أنا وياهم طيب لأنه إذا بدي أقعد مثل ما حضرتك قاعدة بصير مقدم برامج وأنا ماني مقدم برامج بكرة أنا رح أعمل معك جاست فور فان رو طيب ما عندي مشكلة قابلان تعرف يوسف بدي أقل لك شغلي بلا ما تزعل أكيد بس هيك عائلة بزازة أين جاي شو مش تقيت هل هي لبنانية الأصل رح قلك العيال اللبنانية يعني أنا هلأ عندي مسلسل ما بدي أحكي عنه كتير فيك تحكي عندي هلأ رح نصور بايلت إن شاء الله أسبوع الجاي العيال اللي موجودين بقلب المسلسل البيت السطل أنت تعرف إنه فيه بيت سطل تعرف إنه فيه بيت مساحة تعرف إنه فيه بيت غضبان بيت الفار بيت العت بيت كتير بزازة هي جاي من بزبزة البزبزة هي مثل ما قال لي بي الله يرحمه إنه جدوده كانوا مبزبزين شو يعني مبزبزين؟ يعني ما بيعجبون العجب امنقنا فين فكانوا إذا سلموا أحدا يغسلوا إيديهم بسبيرته فطلعت عليهم مبزبزين مبزبزين وعا أيام الفرز الفرنسي صاروا بزازة عاك الحال عنده تريدو مارك يعني اسمك يونيك ما فيه منه اتنين مش أحلى كل واحد بحفظه اسمك أكثر لا بس صار فيه صار فيه عندي ابن ابن عمي إحسان صار من المشاهير بالعالم كمصمم أسيئ لا أنا مش عمقولي كان مشهور بس عمقول إنه بزازة يعني إيه هو ما فيه منه وقت بتقولي بزازة دغري بحفظ إيه إيزي لأنه ما كتير فيه منه فعلا بس مبروك لحسان إنه يصير من طبعا من أهم المصممين الأزياء بالعالم صار حسان حسان هو ابن ابن عمي ابن ابن عائلتكم كبيرة؟ مش كتير لا طيب حلا بدنا نتوقف بهذا القصم نعمل قصم تاني لأسألك أكتران عائلتك الصغيرة مرسي و لا تحتاد يمكن تحرز هلقات في إشياء بهدني أصعب و مابدا هلقات سدقني سدقني و مابدا هلقات اشتركوا في القناة